السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متتبعيش هو سراد يقريش كيف ما كتشوفوا الوصفة ديال اليوم فهي غدي تكون العجيل المكسر او العجيل اللي كنحضرو به الكيش فهو كيجي رائع رائع بمعنى الكلمة هش ولديد كانت مننا يعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسبش ايه لعجبكم جيم بارتاج وكذلك اشترك في القناة ويا الله ده بنشوفوا المقادير وطريقة التحضير نبدأ ودابا بالعجين عندي هنايا ميتين وخمسين جرام ديال دقيق الفورس من نوع ممتاز ما يعادي الجوش كتان انص من كاس العنبة نحتاج بيضاء شوية ديال الملح شوية ديال افزار فوفل اسود ونحتاج معلقة صغيرة فقط ديال سكر سانيدة وعندي هنايا مية وخمسة عشرين جرام ديال الزبدة انا هنستعمد الزبدة ديال الاكل ندرت ثلاثة ديال مع الكبار بالعبار ديال هاد الملقة صفي هادوما المكونات اللي غادي نحتاج هنحاول نجمعوهم غرب هادوك البيضاء فايلة مجمع لياش هادو نزيد شوية ديال الحليب بارد من طبيعة الحل انا هنستعمد الزبدة كيف قلت لكم ديال الاكل يعني اخذت هادوك ديال العبار وضروري انها هتكون باردة ادي نزيد هنايا الملح فوفل اسود شوية ديال سكر سانيدة سكر سانيدة فقط باش كيعطينا هادوك تحميرا للعجين كنجمعو العجين غير باطراف الاصابع من ديال كوه ما تشي حاجة باش ينجح ليكم هاد العجين فخصكم جمعوه غير باطراف الاصابع بحلقة كنحاولو انا نرملو هادوك الزبدة مع دقيق تكترجع عليها هاد الشاكل كيف كتشوفو فهي مرملة غدي نزيد دابا هادوك البيضة ونحاول نجمع كذلك باطراف الاصابع كنحاول نجمع العجين غير بها الطريقة ماد الكوهاش هتصير من اصر النجاح للعجين المكسر سواء لليكيش المعلح او لتغطولة الحلوين انا هنا كيخسني نزيد واحد شوية ديال الحليب تقريبا مع القاة صغيرة نوضع القليل فقط كيف كتشوفو كنحاول ندخل هادوك الحليب في الجينة فهناي من بعد مجمعات العجينة كيف كتشوفو كتجعلها هاد الشاكل غدي نلويها في سولوفان وندخل هاد اللاجة واحد نصف ساعة على الاقل نصف ساعة ويلخلتها اكتر كان افضل صفيا ندخلها هاترتاح من بعد نجبضها ونطلقها الوقت ها فين كترتح ليه العجينة جبت هاد المول على هاد الشاكل كيف كتشوفو كيتحل قدرت فيه شوية ديال زيت المائدة غادي ندهنو باش نتفادأ ان العجينة تلصق ليه واخا هي راقع ما كتلصق حيتي فيها الزبدة غادي ندهنوه نخلي على جنب ندخل الضابة باش نطلق العجينة جبت واحد البلاستيك كيف كتشوفو حطيتو من تحت العجينة قداش مار تحت كتشد راسها مزيان عنوضع واحد بلاستيك اخرى فوق منها باش يسهل علي انا نطلقها بالمدلك غادي نحاول نطلقها على الشكل ديال المول اللي عندي وممكن انكم تلقوا العجينة كبيرة وتقطعوها بواحد طابع انا افضلت اني ندير كيش يعني بحجم عائلي من بعد ما اطلقتها على هات الشكل غادي نجيب واحد دلك وغادي ندهنو بها الطريقة بالطقيق بحرما ما تلتقلياش عليه العجينة حيث كيف شفتو انا العجينة مرشتهاش بالطقيق غادي نلوي عليه العجينة بها الطريقة باش يسهل علي انني نحطها في المول حلاكة هناخد المول اللي سبقه اضهمته بالزيت ونحاول نحط في العجينة بعد الشكل كنحاول ندخل العجينة بالطريقة وانا كنضغط على الجوانب يخصكم نضغطوهم زيان في هدوك الجوانب بحراء كيبقى محفظ على الشكل ديالهم اللي كيطيب كيف كتشوفو ضروري كتبتو العجين في هدوك القناة ضروري هاد العملية خذكم تبتو العجين في هدوك القناة بحراء كييجيكم الشكل مقاد فاش كيطيب ومن بعد كنضغط على الجوانب بها الطريقة باش كياخد الشكل ديال المول نستمر هكذا كيبقى اللي راه تقد وهاد الزوائد اللي بقى وكنجيب دلك وكننضغط بها طريقة فهو ما كيزولوه كل سهولة وهاد العجينة اللي شاطت جمعه في حد البلاستيك ما ترجعوش تخدمو بها مباشرة ضروري تخليوها ترتاح هاد رجعو خدمو بها نرجع على البلاستيك ونحطها في تلاجة ترتاح هنا هنجيب واحد الفورشيت كيف كتشوفو وغادي انتقبها مزيان هاد لاجينة ضعتوا قوب في الوسط وكذلك في الجناب كنوا اكيدين الى تبعتوا هاد طريقة و هاد النصائح فغادي يخرج لكم عجين ديال الكيش اللي هو رائح وهنا هغادي انتقب جنيبات به هاد طريقة تقبهم مزيان هادوك جنيبات بحلاك فهو كيجالات الشكل كيف شوتو انا تقبت هادوك جنيبات مزيان صافي دا باندخلو المجمد واحد ربعين دقيقة بحلاكة قداش مرتاح في المجمد امزيان وعدد خلطو الفوران على نار مهي لحطة طاب وخرجنا على هاد الشكل كيف كتشوفو كنتمنى تجربوه هنا لإعجابكم وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته